اشتركوا في القناة ايسو السادس عشر للولايات المتحدة عبرهام لينكولين إلغاء الرق في الولايات المتحدة وتحرير من كانوا يسمونه بالعبيد في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر من العام 1911 تم افتتاح المدرسة المباركية وهي أول مدرسة نظامية في الكويت سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع والمؤسس الحقيقي لها وبلغت تكلفة بنائها حوالي 80 ألف ربية تبرع بها رجالات الكويت وكان الشيخ يوسف القناعي أول مدير لها وشهد الثاني والعشرين من سبتمبر من العام 1949 قيام الاتحاد السوفيتي بإجراء تجربة ناجحة لتفجير أول قنبلة نووية سوفيتية وذلك بعد أربع سنوات من قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتها النووية في الثاني والعشرين من سبتمبر من عام 1960 تم الإعلان عن استقلال جمهورية مالي التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي منذ العام 1896 وعرفت باسم السودان الفرنسي في مثل هذا اليوم من العام 1980 اندلعت حرب مدمرة بين العراق وإيران واستمرت ثمان سنوات وانتهت في الثامن من الشهر الثامن من العام 1988 بعد أن خلفت أكثر من مليون قتيل وأضعف ذلك من المصابين والمعوقين فيما قدرت تكلفتها الاقتصادية بأكثر من أربعمائة مليار دولار اشتركوا في القناة